نقدم هذه النشرة بقراءة هذا البيان الصحفي من الفيدرالية الشادية لكرة القدم حيث عقدت الفيدرالية الشادية لكرة القدم اجتماعاً في التاسع عشر من فبراير 2017 تحت رئاسة رئيس الفيدرالية مختار محمود خلال هذا الاجتماع تم اعتماد نقاط الاجتماع المنعقد في السادس عشر من ديسمبر 2016 والعشرين من يناير 2017 ايضاً اللجنة التنفيذية ناقشت وعتمدت خطة العمل لعام 2017 من ناحية اخرى طلبت اللجنة التنفيذية للفيدرالية من الفيدرالية الوطنية لكرة القدم ببداية البطولة الوطنية والنوادي المشاركة في الدورة تحمل المسئوليات وتكاليف هذه الدورة وفي النهاية رئيس الفيدرالية الشادية مختار محمود اخطر اللجنة التنفيذية بزيارة رئيس الفيدرالية الدولية لشاد جياني انفنتينو الذي سيقوم بزيارة الى العاصمة انجمينة يوم الاحد 26 فبراير 2017 توقي رئيس اللجنة العلمية للفيدرالية ادم منغناء ادم سيدة السادة بقراءة هذا البيان صحفين اصولوا اياكم الى نهاية هذه النشر الاخبارية اشكركم ورطب الانتباه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة